مثل اليوم أمام محكمة جراس جنوب فرنسا متقاعد وزوجته عاملة سابقا لدى الفنان بابلو بيكاسو وذلك لامتلاكهما 271 لوحة فنية للفنان الشهيرة أكدا أنها قدمت لهما كهدايا قضية بيارو لغيناك وزوجته تعود إلى عام 2010 عندما قرر بيع اللوحات الفنية التي احتفظا بها في مرآب منزلهما لمدة 37 عاما أعمال تضمنت لوحات بألوان مائية وتخطيطات نفذها بيكاسو بين عامي 1900 و1932 مؤسسة بيكاسو رفعت قضية ضد الزوجين وصفة سردهما لكيفية حصولهما على اللوحات بالحكاية السخيفة خاصة وقيمة الأعمال التي أخفيها وصلت إلى 80 مليون يورو